يعود الاتفاق النووي الإيراني إلى الواجهة بعد غيابه أو تغييبه بسبب الحرب التي اندلعت في أوكرانيا والمظاهرات التي انتشرت في شوارع إيران وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان قال إن دول الخريج العربي ستسعى إلى ضمان أمنها إذا حصلت إيران على سلاح نووي محذرا من دخول مرحلة خطرة ومعقدة في حال وصول الأمور إلى طريق مزدود نريد ضمانات إضافية وإذا لم نتمكن من العودة لخطة العمل الشاملة سندخل وضعا معقدا للغاية وخطيرا جدا رغم عدم ثقة الرياض والاتفاق النووي الإيراني إلا أن وزير الخارجي السعودي أكد أن بلاده تدعم جهود إحياء هذا الاتفاق شريطة أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة نهاية لاتفاق أقوى مع طهران وفي هذا الجانب تضغط دول الخريج العربي من أجل اتفاق أقوى يعالج مخاوفها إزاء صواريخ إيران وطائراتها المسيرة وشبكة ميليشياتها ووكلائها في المنطقة وقبل أيام شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أن بلاده لا تود رؤية اتفاق نووي ضعيف مؤكدا لصحيفة أطلانتك الأمريكية أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يعد خطيرا المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق حول برنامج إيران النووي كان قد توقف عقب انسحاب واشنطن عام 2018 لتعلن إيران في الآوينة الأخيرة تعزيز قدراتها على تخصيب اليورانيوم وهو أمر دفع وكالة الطاقة الذرية للتعبير عن قلقها قلق يبدو أن إيران تأبى إلا أن تكون مصدرا له في المنطقة ليس على مستوى برنامجها النووي فحسب بل عبر ميليشياتها التي تعيث فسادا في المنطقة